اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديثا عراقي بعد ايام من المواجهات بين المتظاهرين في الناصرية الرافضين لكل طبقة الحكوم في العراق وسلطاته بين القوات الحكومية وذي أسفر عن مقتل أو استشهاد عدد استشهاد وجرح العدد من شباب الناصرية بعد ايام من ذلك نقول يعني تحدث البعض عن الهدوء عن عودة الهدوء وكأنه هذا منجز للحكومة وعودة الهدوء هذا الحذر لا يعني أبدا نجاح حكومة السوداني في احتواء الحال في ظل حالة الاحتقال الموجودة الآن في الناصرية وفي كل المدن العراقية المدينة الناصرية يطالب ابنائها بمحاسبة قتلة المتظاهرين لأنه لا يمكن من عامل في مصاة عشر على الأقل من ثورة تشجيل لحد الآن يطالبون بمحاسبة قتلة المتظاهرين ولا أحد يحاسبهم وعود وكذب والدعاءات وطرف ثالث ومعرف منه وهم الذين يحكمون نفسهم الطرف الثالث السفارة الأمريكية والسفير البريطاني حذروا حكومة أمد شيع السوداني حذروا العملية السياسية كلها من ضرورة الانتباه إلى أن عودة الاحتجاجات ستكون بزخم أكبر وستكون دامية لاسية واستمرار المراهنة على المقاربة الأمنية يعني الحكومة وكل سلطات العملية السياسية وكل أحزابها ليس لديهم إلا اليد الضاربة يستخدمون هذه اليد الضاربة لقتل الناس ويعتقدون أنهم قد نجحوا في إرهاب الناس وفي خوفهم هم يتحدثون عن ديمقراطية ويمارسون أعلى سلطات الاستبداد والقتل مدامة هذه المقاربة الأمنية هي السائدة ودون وجود إرادة سياسية لحل حقيقي ينقذ العراق بما فيه ويعيد الحق لأهل العراق لن تنتهي هذه التضافرات بل ستكبر وستؤدي إلى تدمير هؤلاء الذين يعتقدون أنهم حكام ويعتقدون أن لديهم عقول لا مبالاة السلطة اعتمادها على التسويف والمباطلة والمماطلة استعمال اليد الضاربة ضد المتظاهرين كل هذا أكد أن حكومة السودانية لم تختلف ولم تختلف عن حكومات السابقة وهي في أول اختبار إلها مع الشعب تصرفت بهذا الشيء وفشلت في هذا الاختبار وهي تنتمي إلى نفس العملية السياسية ونفس دواها ونفس فكرها ونفس توجهاتها ونفس إطارها لذلك ونفس الفساد والخراب والدمار الذي حل بالعراق أي مسؤولة عنه لذلك السوداني نقول حكومة السوداني في أول اختبار شعبي لها سقطت تحاول إنهاء التظاهرات حاولت إنهاء التظاهرات بالرصاص والقتل وبعد ين خرج من يدعمون الحكومة بالإعلام ليقولوا أن هؤلاء وجراء شنو أبناء سفارات والكلام المعيب ومهم متظاهرين وما عرف شنو كلام ليس له أي معنى سوى أنهم يسفهون أنفسهم ويسفرون عن وجوههم القبيحة لذلك هذا الاختبار اللي سقطت بحكومة حكومة محمد الشعب السوداني أثبتت لمن يعني ما زال في رأسه وهم أنه أي أمل للإصلاح غير موجود إصلاح الأوضاع غير موجود وهذه كذبة كبيرة في نفس الوقت من دون ندريس السوداني يعني محمد الشعاع السوداني وحكومته وكل أجلسة الأمنية بهذا تصرفهم أنهم يقربونه زمن الثورة النهائية الثورة الشعبية التي ستزيحهم تماما يعني هم سيقربونه بهذه التصرفات بهذه استعمال المقاربة الأمنية هم بتصرفاتهم هذه باللا مبالاة باعتمادهم على التسويف بالكذب على الناس بالإدعاءات هم يقربونه باعتمادهم على المشيات التي تقول لهم أنه نحن مسيطرين ونستطيع أن نفعل كل شيء هم يقربونه موعد قيام الثورة الشعبية التي ستزيحهم بشكل تام هذا واقع الحال عندما يتعرض الناس مثلما تعرفون إلى القمع ويعتقد غالبية الناس أنهم لا يستطيعون فعل شيء حيال ذلك هذا يؤدي حتما إلى اندلاع الثورة هكذا لذلك الناس الآن تتعرض للقمع في الناصرية وفي غير مكان يتعرضون إلى القمع لذلك الثورة الآن تجهز نفسها لأن تلم بروقها وتلم كل قوة التي تنطلق مرة أخرى هذا وضع طبيعي في كل العالم وليقرأوا تاريخ الثورات الشعبية سيجدون هذا الوضع حقيقي ومن لا يقرأ لأن لا يعرف شيئا ولن يفهم الشعب العراقي ولن يفهم طبيعة الشعب العراقي ومن يفهم طبيعة الشعب العراقي يعرف أن الثورة قادمة يعني عندما يكون المجتمع غير متكافئ غالبية فقيرة ومعدومة ومحرومة لا تجد لها أي مكان وقلة هي المتمتعة بثروات العراقيين بامتيازات وكل شيء هذا يؤدي هذه القلة السياسية المترفة والمرفهة هذا سيؤدي للثورة التي تطيح يعني الفقراء يطيحون بها بكل شيء بالسلطة التي يرونها فاسدة وهكذلك فعلا إذن ثورة الشعبية العراقية قادمة مهما فعلته يعني مهما حاولت الأبواق المأجورة حاول البعض ادعاء غير شيء شاشكي اللجنة معرف منه ونفس الحال شكل لجنة مصطفى الكاظم يشكل لجنة عادل عبد المهدي وشكل لجنة العبادي والمالكي يشكل لجان وكل هوايات علاوي والجعثري يشكل لجان كثيرة لكن ماذا فعلته هذا الوضع هم يحاولون أن يشتروا وقتا أطول لعمليتهم السياسية لحكمهم لكي يفسدوا أكثر ويسرقوا أكثر والشعب ما عاد يعني ما عاد في صبره صبر ما عاد في هذا الإطار من الصبر يعني كمية كبيرة من الصبر ستنفجر الثورة لا محال وهذا طبع الشعب العراقي وهذا تاريخ كل الثورات الشعبية ذلك أقول لم يقرأوا التاريخ فهم يعني جهلة ولم يعرفوا طبيعة الشعب العراقي فهم ليسوا من هذا الشعب لم يراعوا هذا الشعب ولم يعطوه حقوقه ولم يؤدوا واجباتهم هم لا يستطيعون هذه مواجباتهم ما جاءوا لهذا الموضوع فلذلك الثورة قادمة لها محال وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة